السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل المركبة في الفصل التاني. اللي هو القيمة الحالية. طب لو عندي بقى مجهول جوه معدد القيمة الحالية. احنا دايما بنقول لك اوجد الايه? الله طب افرض حاجة من جوه مجهولة بقى. طبعا لو الاس مجهولة يبقى هنرجع للقانون بتاع الاولاني. اللي هو بتاع الفصل الاولاني. لكن تعال بقى الصعب هنا في رياضيا ان الاي او الان اللي يكونوا مجهولين. لان خلي بالك الان دي في القس. فتعال نشوف. هنا بقول لي اوجد مدة القرد. لازي قمته الاس مية كزا. عشر تلاف. بمعدل اربعة ونصف في المية. اذا كانت القيمة الحالية كزا. يبقى بديني كل حاجة مع عدل ان. طيب يبقى القانون بتاع ايه. الايه بتساوي اس. واحد يقولي طب ينفع استخدم هنا الاس. قانون الاس ايه ينفع. ما عنديش شغل الان هي اللي مجهولة. تستخدم القيمة الحالية او القيمة الاس مية مش هتفرق معنا في القانون. طيب تعال نشوف هنعوض ازاي. نعوض ده حاليك باللي موجود. ادي ادي القيمة الحالية دي الايه. ودي الاس. ودي الاي. طبعا اربعة ونصف. لما اسمها على مية عشان في المية هتديني علامة زيرو خمسة واربعين من الف. طبعا بالقال الحزب. الان هنا مجهولة. عندي طريقين بقى. يا اما افضل اخش جوا الجدول بتاع هدور على الجدول بتاع الاربعة ونصف اخر الكتاب. ودور بقى امشي ايه في العمود التالت. طبعا العمود الاول بتاع الان. التاني بتاع الاس. العمود التالي بتاع القيمة الحالية. افضل ادور على القيمة الحالية اللي قيمتها الفين تمنمية واحد دي عند ان بكام? كويس? وتحت جدول الاربعة ونصف. فانا هلاقيها طبعا انا عندي خلي بالك المجهول عندي الان. ده ده الفي دي يعني الجدول. فانا لو قسمت الرقم ده على ده طبعا عشان ده المجهول اقسم ده هيديني اتنين تمانية زيرو تلتاشر ادور بقى على اتنين تمانية زيو تلتاشر ده يعني يعني كده هنجد ان المدة تنحصر بين مدتين عند تمانية وعشرين وتسعة وعشرين وعشان نجيبها بقى من الجدول في طريقة بقى اسمها الفروق الكبيرة والصغيرة طريقة صعبة شوية موجودة عندنا في الكتاب ولكن في طريقة رياضية ظريفة جدا لح الناس بتوع رياضة يبقى الرياضة بتسهل لنا المواضيع مش بتصعبها فانا كنتبلك هنا يعني هي هدقى بعد تمانية وعشرين وحدة كاكس وليكن اكس ان تمانية وعشرين ومدة اكس دي والحصيلة على قيمة المدة بدقة يمكن ان اجيبها بعد الطرق افضل هذي الطرق بقى باستخدام حاجة في الرياضة جميلة جدا اسمها اللغاريتمات طيب انا مش هدخلها في قصة اللغاريتمات وقواعدها يلاقي قواعد للأسس بتخلص لنا موضوع المجهول اللي في القس ده انا هطلب من حضرتك تحفظ هذا القانون لو اي ان مجهولة في اي مسألة في المركبة استخدم هذا القانون مباشرة ما بيتغيرش لا ما بيتغيرش ثابت اه ثابت جميل هي لها اثبات انت لست متخصص في الرياضة عشان اقول لك الاثبات ممكن حركة عايزة تطلع او عندك خلفية رياضية كويسة خش على جوجل اكتب ما هي قواعد اللغاريتمات مع الاسس اللغاريتم بيعمل ايه في الاسس وانت هتعرف كيف وصلنا الى هذه الصورة ولكن نحن غير مطالبين بهذا فالن بتساوي ايه على طول لج لج ده زرار على الالة لغاريتم يعني لج اس ناقص لج ايه على لج واحد زائد اي اعمل بقى بسط ومقام على الالة وادوس لج عشر تلاف ناقص لج اللي هي الايه على لج الواحد زائد الاي دينا على طول تمانية وعشرين واحد وتسعين دي المدة جماعة واحد يقول لي يعني ايه تمانية وعشرين سنة واحد وتسعين واحد وتسعين من مية دي من السنة عايز تعرفها اضربها في اتناشر يعني عايز تعرف الواحد و تسعين من مية دول كام اضربها في اتناشا تعرف هم كام شهر بالزبط بس دي حاجة مش مهمة يعني المهم ان المدة تمانية وتسعين سنة و واحد و تسعين في المية من السنة يعني تقريبا حوالي عشر شهور مثلا تمانية عشر و عشر شهور حاجة كده يعني يعني مش مهمة اوي نعرفها الصراحة فقانون الان ده يبقى بلاش بطريقة الجداول الافضل نستخدم اللغاريتم لان الطريقة الجداول هتطول معنا احنا بنحاول نشوف اسرع طريقة لحل المسألة و طبعا اللغاريتمات بتأثر علينا الطريق جدا وهنا عرفنا ازاي يكون الان مجهولة في معادلة الجملة او القيمة الحالية طيب نقول هنا اوجد معدل يعني الاي مجهولة لدين كانتوا الاسمية كزا لمدة خمس سنوات و كانت القيمة الحالية بتاعته الاي بكزا يعني الاي عندي والاس عندي والان عندي اللي مش موجود برضو الاي طبعا كده باللي موجود اكتب الاي اكتب الاي اكتب الاس اكتب الان واسيب طب الاي دي مشكلة انها جوه قوس واحد زائد اي برضو اللي هحللنا المشكلة دي اللغاريتمات لان برضو طريقة الجداول هتبقى صعبة شوية من القانون اللي قاتي بقى يمكن الحصول على المعدل باستخدام اللغاريتمات طب القانون ده دكتور تامر بيتغاية لا يا سيدي ما بيتغيرش احفظه كده اه احفظه كده بس هو في تركز غيرها بس غير بتاع الان بتاع الان بيطلع مباشرة هنا هقول لوج واحد زائد اي بتسوي لوج اس ناقس لوج ايه على ان يعني انا حطيت المجهول برا والمعلومين كلهم على اليمين بص بقى معايا كده لما اجي عوض يبقى عوض لوج اس اللي هي لوج عشر تلاف ناقس لوج ايه اللي هو سبعة سبعة اتنين اربعة واحد وتسعين على الان لاب خمس لقيت لوج واحد زائد اي دي بالرقم الكبير ده ليه كتبته كله هقولك دلوقتي لان ما ينفعش اكتب حتة منه شانا اجيبه بدقة طب انا كده ما جبتش الاي ده انا جبت حاجة اسمها لوج واحد زائد اي عندي على الالة بقى حاجة صريفة او اسمها انتي لوج انتي لوج يعني عكس اللغاريتم بالعربي اسمها عكس اللغاريتم بجيبها ازاي بص انا كتبها لك او طب عشان تخلص الواحد زائد اي دي من اللوج تطير اللوج دي تعمل ايه تدوس شفت في حاجة اسمها شفت على الالة بعدها لوج هيطلع لك على الالة كده عشرة ومربع قص مربع فادي حط الرقم ده كله في المربع الفادي ده هنا وقولي يساوي كده حصلنا على ايه حضرتك حصلنا على واحد زائد اي وطيرنا اللوج يبقى لما انطير لوج نجيب حاجة اسمها عكس اللوج يبقى واحد زائد اي بالساوي واحد وخمسة من مية يبقى الاي بكم يبقى اطرح واحد وخمسة من مية نقس واحد يبقى الاي بخمسة في المية يبقى هنا معدل الفايد عندي خمسة في المية طبعا احنا بنعرف الحاجات دي عشان نعرف الاساليب الرياضية على فكرة الحاجات دي هتفيدنا كويس جدا اه لو قابلنا اه في اي حاجة فيها قص مجهول اه او قص من جوه حاجة مجهول او فيه قص يبقى على طول أستخدم اللغريتما عشان أتخلص من هذا المجهول وطبعا أنا كاتب لك هنا استخدام الآلة shift log تعمله إزاي ولازم تتدرب حضرتك بالآلة ما تتفرجش وتحل بعنيك لأنه مش هيبقى فيه أي فايدة من غير ما تجرب بالآلة ونكتفي بهذا القدر عشان نبتدي نتدرب على ما سبق شرحه والسلام عليكم ورحمة الله